يا أهلا بكل حضراتكم وعودة من جديد لعشرة صبح في الأهلي وتاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة الحقيقة الموضوع اللي هنتكلم فيه مهم جداً ويمكن من ضمن الأمور اللي يعني لافتة للنظر إن احنا كنا الأول بنسمع من كبار السن تحديداً أو بصفة خاصة إن هم عندهم كعبالات ما في العزام اللي يشتكي من ركب اللي يشتكي من مفاصل عظني بيوجعني هشاشة عزام النوع ده من الكلام إلى حد جبير منطقي ويتصق مع كبر السن لكن في آخر كام سنة بينا نشوف شباب وشباب صغيرين عندهم نفس الشكوى فاحنا بالتالي فقراتنا دي هنتكلم مع حضراتكم عن تكوين العظام وكيفية تقوية العظام وده الحوار اللي هندخله فيه أول يعني هناخوض فيه مع ضفتنا اللي بنوراني فيه حلقتنا النهاردة الدكتورة دينا أبو السعود صباح الخلي يا دكتورة عاملة ايه كله تمام؟ كله حل يا رب دايما في أحسن صحة وأحسن حال مبدايا أكيد خدت بالك من اللي أنا بقوله ده إنه إحنا كنا الأول مشاكل العظم غالبا بتكون مرتبطة بكبر السن دلوقتي ما بقتش طبعا ده نتيجة إيه بقى؟ نتيجة حاجات كتيرة جدا يعني زي ما قلت فعلا كنا نسمع جدتي وجدي هم اللي بشتكوا من العظم الأم والقبلة ما يتبرر شوية نتيجة حاجات كتير قوي أولا دلوقتي طبعا شباب كمان بيشتكوا من واجعة في العظم أولا قلة الحركة دي كرسة ما ينفعش طول الوقت حتى أنا بقول للموظفين اللي قاعدين على الكرسي بالسبع تمنى ساعات لازم يتحركوا العدم الحركة الأعدى بطريقة مش صح لو هتكلم على الأكل سوق التغذية السكريات الكتير الإفراط الشديد في المشروبات الغذية دايما دي مرتبطة بالنسبة أن دي بتأثر على العظم أكيد أكيد الهضم والعظم الهضم والعظم الاتنين المشروبات الغذية والإفراط الشديد في التدخين لأن التدخين بيضيق لي الأوعية الدموية اللي بتخش من الدم هو وسيلة مواصلات كل حاجة وسيلة مواصلات هرموناتنا وسيلة مواصلات الأنتي باديز اللي بتحمينا من الأجسام الغريبة اللي بتخش علينا وسيلة مواصلات الفيتامينات والمعادن فلو أنا ديقة الأوعية الدموية الكالسيوم مش هيخش ونقص فيتامين دالي يبقى هي دي المشاكل العظم أو ما عنديش مرض مناعي بيقدي إلى مشكلة في العظم أو ما عنديش اليوريك أسد مش عالي من عندك حاجات كثيرة كالسيوم هو المعدن المسؤول عن تكوين خلايا العظام وإحنا كل ما بنكبر وإحنا صغيرين العظم خلايا بيتجدد من النخاع لغاية ما بنوصل لسن معين خلاص الهدم انت بتجدد وبتهدم بتجدد وبتهدم بيوصل لسن معين بيبقى الهدم أكتر وشكلا كل ما بنكبر في السن يعني لما بنكبر قوي بتلاقينا بنقصر فطبعا مهم قوي وجود الكالسيوم وجاي أتكلم معاك عن ألبا مالتي فيت اللي دخله كالسيوم ودخله فيتامين 13 فيتامين ومعدن مش بس الكالسيوم يعني أنا عندي داخل ألبا مالتي فيت لو هتكلم ايه المميزات بتاعت ألبا مالتي فيت أولا عشان بدأنا بالحلقة بتكوين خلايا العظام لأنه بيحتوي على كالسيوم 70 ميلي جرام ثانيا يحتوي على الزنك الأعلى تركيز في الزنك 23.9 ده أعلى تركيز في الزنك الزنك مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم الزنك مهم لتدعيم الخصوب عند الرجال الزنك مهم لتدعيم المناعة عند الستات والرجالة عندي كمان داخل ألبا مالتي فيت فيتامين سي فيتامين سي يعني مناعة يعني تعزيز الكولوجين الكولوجين مهم كمان للعظم على فكرة والصحة البشرة يعني تعزيز الحديد ويعليل امتصاص الحديد ده مهم جدا الناس كتير تقولك الله ده أنا عملت صورة الدم عندي لقيت عندي نقص في الحديد نقص في الهمجلوبين معاني باكل لحوم وباكل مصادر حيوانية فيها حديد لأن عندي نقص فيتامين سي وفيتامين سي كمان أثبته فعاليته ضد حرق الدهون بقدر كمان يحرق الدهون طبعا أنا شايفة على الشاشة دلوقتي شفنا العلبة شكل العلبة مهم جدا نحن نصور شكل العلبة عشان ما عنديش بديل وال13 فيتامين وعنصر بتركيزاتهم موجودين على الشاشة حالية طبعا من الفوليك أسد من الكوبالامين فيتامين بي 12 المهم جدا لدعم كرات الدم الحمراء عندي داخل قلبة مولتي فيت البيوتين البيوتين مهم لعملية التمثيل الغذائي وصرعة الأيد وصرعة الحرق مهم جدا للستات لعدم التساقط الشعر وعدم تقصف الشعر عندي الفوليك أسد داخل القلبة مولتي فيت الفوليك أسد بيدعم جدا الصحة النفسية وبتلاقي السيدات الحوامل من ساعة ما بتعمل بلانينج للحمل لازم تدعم بفوليك أسد التركيز بتاع قلبة مولتي فيت حلو جدا كفوليك أسد فبتقدر كمان تاخد ألبا مالتي فيت لأنه بيمنع على عدم تشوه الأجنة لإحتواءه على الحمد الفوليك طبعا الصورة اللي أنا شايفها دي مميزات ألبا مالتي فيت زي ما احنا شايفين الأعلى في تركيز الزنك يعني خصوبة يعني شعر يعني دوافر يعني بشرة الأقوة كمضاد أكسادة لأن الجسمنا بيتأكسد أوتوماتيك من الأكل اللي مش سحي من أشعة الشمس من التقدم في السنة فأنا عندي فيتامين سي وعندي فيتامين إي كضاد أكسادة ودعم لتكوين خلايا العظام ودعم كتمثيل غذائي كمان يكالي حلو طيب عايزة أستأذنك بقى أننا عشان يعني ما ننسهو بشوف وسط كلام فيه ناس من مشاهدين أبعثونا أسئلة سؤال من رايحانة عبد المجيد بتقول صباح الخير كنت عايزة أسأل دكتورة دينة هل رائحة العرق الكريهة والنفاذة لها علاقة بنقص الفيتامينز ولا لا بيبقى ليها علاقة طبعا بنقص الفيتامينز طبعا فيتامين بي أنا بقول فيتامين بي ده اللي بيعلي الميتابوليزم وبيعليلي سرعة التمثيل الغذائي وبيشتغل أس دي توكسيفيكيشن للجسم بيطرد السموم من الجسم فلازم تدعم أو أي حد عنده رائحة عرق غير مستساغة دعمه بقالبا مالتي فيت عشان ده بيطرد السموم من الجسم فقالبا مالتي فيت هناخد منه قرس واحد بس أنا ما بحبش نقاط ما يكونش السموم اللي بتطرد هي اللي بينتج عنها الرائحة النفاذة بعد فترة هتلاقي مفيش ريحة يعني بعد فترة لما بنطرد السموم دي خالص من الجسم سموم مكتومة مش هيلقوا في ريحة عرق جميل طيب وطبعا الضضافة الشخصية مش هاخد قلبة ومستحميش يعني ما استحميش بالله ما أعطوهكم بس لا ده لازم الحمام يوميا على فكرة في الصيف يعني وبالذات في الصيف لا ممكن مرتين في اليوم كمان حر قوي رباب عصام بتقول أعرف إزاي إن أنا بعاني من الأنيميا يعني إيه هي الأعراض وهل فيه تحاليل معينة لازم أعملها وإزاي أقي نفسي من الإصابة بالأنيميا وجزيل الشكر للدكتور الأنيميا يعني كتير جدا يمكن سبعين في المية عندنا أنيميا والأنيميا مش مقتصرة على الرفيعين أنا كنت فاهم كده بالغلط لفترة طويلة يعني الأنيميا بتلاقي عندهم سمنة وعندهم أنيميا أعراض الأنيميا دي التنفس، الدوخة، تساقط الشعر، كل الأرق في النوم الهزيل طبعا هكيد الهزيل طبعا والتنفس الغير منتظم كل الحاجات دي وضربة القلب السريعة المشكلة إن فيه أعراض يدينا الواحد ممكن بمجابها يفهم غلط أو يشخص اللي عنده من غير من يروح الدكتور طبعا يشخص مع نفسه تقولي مثلا مشكلة في التنفس غالبية الناس اللي ممكن تتفاجئ بأن عندها مشكلة في التنفس بطبيعة الحال مخايا هيودي على الرئة الرئة مش هيجي في بالهم كل اللحم أنا لو عندي نقص في الحديد ونقص في الهمجلوبين سيبقى عندي مشكلة في نقل الأكسوجين فبيبقى من الأعراض أكيد مشاكل في التنفس وضربة قلب عشان القلب عايز يدخ دم يوصل الأكسوجين في الخلايا فبيحمل علي زي نعرف عندنا أنيميا أو لا؟ تحليل صورة الدم والسيرام فريتين مخزون الحديد عندي كيف نقدر ندعم الحديد لو عندي حديد نقص أكيد لازم أخذ دوا حديد دي أول حاجة ساعات في ناس تحتاج تأخذ حديد بجرعات كبيرة ومكسفة حتى من خلال زي محليل أو حاجة يتعلق يعني زي كانيولا كده في ناس بيحصل معها ريأكشن للحديد دائم يعني مش كل الناس نفسها بيأكشن في ناس ممكن يحصل لها مشاكل من الحديد المكسف ما ينفعش أخذ حديد مكسف من غير استشار الطبيب ومالك داكاترا موجودين ليه؟ داكاترا موجودين عشان هما اللي بدون دوز اللازمة ما فيش حاجة اسمها أنا عندي ناصف الحديد فأخذ أي تركيز أنت الحديد لو عالي وحش جدا ممكن ينتج عنه إيه لو عالي؟ لا ينتج عنه أمراض مش حلوة يعني آه طبعا فالكاترا موجودين عشان هما اللي بدون دوز وهم اللي بدون الدواء المناسب لها ألبا مالتي فيد بيداعم امتصاص الحديد فحتى الدكتور يقول لك خد حديد وخد فيتامين سي معي عشان الحديد يمتص أسرع لو أنا باخد حديد عن طريق أوريلي يعني بل مش باخده عن إنترافينس هو في كذا حاجة أزولتها مرتبطة بوجود عنصر تانية أنت مرة قبل كده أنا فاكر كلمتيني بحلقة سابقة عن إن الزنك مهم مع حاجة تانية نحاس يعني حاجة كده إن في حاجتين لازم يقوم مع بعض عشان كل واحدة فيهم على حاجة تشتغل كويس في الجسم من أهم الفيتامينات اللي بتشغل بعض فيتامين سي ومعها زنك سوري أنا عسفة زنك ومعها نحاس كالسيوم ومعها فيتامين دال لأن لو أنا باخد كالسيوم سونائيات سونائيات طبعا بوسمها كليتس حاجة كده مصطلح حالي كالسيوم أنا أخدته وما عملتش تحليل فيتامين دال وكده والفيتامين دال نقص عندي الكالسيوم العظم ليسándون اف espero receive ليان يمتصف IR الأمر سنرياحك فالكالسيوموس CSV خاص بهذا الحاول اللي؟ ما بقى بالتبعيه؟ يعني ما بقى بالكالسيوم لعم يحدد أن يسالك يعني والت يند اتمر المشاكل 난 يعني العظم أنا عايزة الكالسيوم العظمي فإذا لم ينتصف طب فلما لا يسالك كالسيوم به أنا أقوم بitä وليست أتمن السيدنا المشاهدين أن نسبة الكالسيوم في قلب بالنach أخذوا ديلي روتين يعني بيبقى فيه بعض المكملات الغذائية بيأخذوا شهرين ووقف شهر بيبقى ده يجب في بعض المكملات الغذائية الأخرى اللي فيتاميناتها قبل الدبان في الديهن لكن ألف مولتي فيت الكالسيوم مش يحصل له ترسيب لأنه 70 وأنا كالبلاغين محتاجين ألف أصل فبداعم كمان باللبن بالبيض بالبيض باللبن بالبروكلي بالحاجات اللي فيها كالسيوم طبعا اللي على الشاشة دلوقتي مهم جدا لأن أنا أنا أقول منافذ الباعة عندنا يأما السيدليات نحن موجودين في سلسلة السيدالات كبيرة موجودة في كل محافظات مصر يأما الأونلاين أحيانا بيبقى فيه سيداليات أخرى العملة بيروح يسألوا على ألف مولتي فيت والدكتور بيضطر يطلع بديل وأنا بقول أن أنا معديش بداية طيب الدكتور السيدالي يقدر يوفر ألف مولتي فيت من الشركة المتحدة للسيدلة نحن موجودين في الشركة المتحدة للسيدلة والكود كان مكتوب فده كمان تسهيلا للدكاترة السيادلة أنهم يوفروا ألب مالتي فيت في سيدالياتهم وأكيد عندنا كمان صفحة على فيسبوك اسمها بايو ناتشرال نقدر نستفسر عن ألب مالتي فيت عن طريق الصفحة جميل جدا طيب في سؤال تاني جالنا من أستاذ محمد إبراهيم بيقول أنه هو بيحس من وقت للتاني بوخز في الصوابع دي وبتنمل كثير فبيسألك ده سببه إيه؟ ممكن أن يكون من أحد الأسباب ضعف الأعصاب ضعف الأعصاب يعني أخذ فيتامين بي 12 و1 و2 يعني كل عائلة فيتامين بي هي الغزة بتاع الأعصاب وبتقوي الأعصاب حتى بنتقدر تقوي أعصاب العين فقالب مالتي بيت هي بدعم جدا لتقوية الأعصاب لإحتواء على كل عائلة فيتامين بي بلا ستسنين هو فيتامين بي لازم تتاخد العيلة كلها لازم تتاخد ما ينفعش ناخد مثلا بي 12 الواحد وبي 7 الواحد ده في حال وجود حاجة اسمها بي 7 في بي 7 بي 7 البيوتين يعني هل الصح أن الواحد يأخذهم مجتمعين أسرة واحدة؟ كل واحد فيهم ليه دور بيبقى فيه مكملات غذائية بيتحتوي على 7 و9 ومش ما تحتويش على 12 طبعا أنا محتاجة لكوب الامينة عشان أدعم كرات الدم الحمر فيستحسن أن أنا أخذ عائلة فيتامين بي والحلوة اللي فيه أنه وترسوليبل يعني مش هيتخزن في الخلايا بس فيتامين بي مهم جدا للتمثيل الغذائي وسرعة الحرق والموتابلزم وتحويل الأكل للطاقة مهم للترتيب البشرة الناس كثيرين شعرفون أنهم مهم للبشرة مهم لتكوين خلايا الدم الحمر فيتامين بي مهم للشعر مهم للضوافر مهم لحاجات كتيرة جدا فبنصح بقلب مالتي فيت لأنه ما فيش واحد من العيلة مش موجود داخل قلب مالتي فيت أهم حاجة أن أنا ما قطرش عن الجرعة المصرح بيها من هيئة سلامة الغذاء لأنه بطمن الناس أنه مصرح من هيئة سلامة الغذاء هي الجرعة قرس واحد فقط في اليوم بيبقى الصبح بعد الفطار أنا بحبه بعد الفطار عشان النشاط والطاقة والحاجات يعني يقول لي طبعا هنأخده بقى قبل النوم لا هو مش استرخاء يعني المغنيس يم اللي اتخذ قبل النوم هو اللي بيرخي العضر لكن العضلات وكده لكن الفيتامين بي تاخد الصبح بعد الفطار عشان الطاقة بتاعتي طيب خلينا نرجع مرة تانية للعظم وعايز أسألك هل في مثلا أكلات معينة يعني دلوقتي تكلمنا طبيا ممكن نقوي عظمنا ازاي من خلال المكملات لكن على صعيد الأكل هل في أكلات بعينها بتسمع في العظم وشارة بالإيجاب أكتر أكل أعتقد بتسمع الكوارع وأنا ما بحبهاش بجد والله الكوارع أكثر حاجة بتسمع الكوارع دي مرتبطة في أزهار الناس بكتير من الأمور على فكرة بما فيها الخصوبة عند الرجال طبعا فإلى أي درجة كلام دي حقيقي هي كولوجين عبارة عن كولوجين والعظم بيحتاج كولوجين يعني كلام دي حقيقي فعلا الكوارع عبارة عن كولوجين العظم بيحبه جدا عندك كمان الحاجات اللي سهل تقوية العظام الحاجات اللي فيها كالسيوم بقى اللبن الجبن المكسرات فيها كالسيوم البروكلي السمسم مصدر رائع للكالسيوم بس السمسم بيتاخن شوية فناخد بقى لنا وحنا مناكله يعني الكوارع بتبع حلوة جدا يعني بترم العظم زي ما بتقول يعني بتتكلم ان ده مصطلح اجتماعي لا لا ده بجد ممتش عارف انه ليه ليه أصل طبي كمان اه طبعا ده بجد ده بجد لان الكوارع واللي هو انه خال العظم نفسه والحاجات دي بتبقى مفيدة جدا جدا واضح ان انتي مش طايقة الكوارع والطريقة اللي بتوصف بيها الاكلة يعني بتونيها من وراء قلبك يعني لا يعني الحاجة الوحيدة ما بقولها شي ممكن هي الكوارع اللحوم كنت بحبها قوي زمان وكنت باكل منها كثير بالوقت لا ما بقيتش حبها كتير قللتي ولا تحولتي الى فيجتيريان لا ما تحولتش الى فيجتيريان وبقول الفيجتيريانز محتاجين فيتامينز ومحتاجين سابليمينز لان في فيتامينات من المصادر الحوانية مهمة جدا لكن انا حبيت ان انا اقلل يعني لو باكل لحمة كل يوم بقيت اقولها مرتين في الأسبوع هو الافراط في تناول اللحوم الحامرة الى جانب النقرص نقرص هل في امرات تانية او مشاكل صحية تانية ممكن تنتج عن الافراط العصر في الهضم احيانا لكن مش كل يعني انا عندي تعدك فئة رياضيين يا دينا دون لازم اكل بروتين دون بيحرقوا انا ما بلعبش رياضة كتير وما بحرقش ما شلح ألعب رياضة اصلا طيب نرجع برضو مرة تانية للمحاذير في حال وجود اي محاذير هل في حاجة تمنع يعني ان الواحد ياخد سواء انه عنده مرجعية صحية تمنعه من هذا الامر مصاب بمرض مزمن ما دون السن المسموح ان هو ممكن ياخد فيه المكمنة انا بطمن كل الناس اصحاب الامراض المزمنة انا عندي مريض السكر لازم ياخد البي مالتي فيت مع البرسكريبش بتاعت الدكتور لان البي مالتي فيت بدعم جدا فيتامين بي بدعم له الاعصاب جدا فمهم جدا مريض الكوليسترول لازم مع عدوية خفضة للكوليسترول ياخد البي مالتي فيت لاحتواء على فيتامينات ضد الاكسادة كوليسترول يعني اكسادة ضدون الضرة وبتترصب على الاوعية وبتعملي كوليسترول لو ما تعليقش ومهم وخلوا بقى لكم يا جماعة الكوليسترول لا لديه اعراض فنحن نعمل الكوليسترول دوري بالذات الناس اللي عندها هسري من الام والاب فبنصح جدا باستخدام الفا مالتي فيت مريض الكانسر بنصح مريض يعني لو عنده امراض نفسية او كده مع الادوية اللي بيمشي معها مع الدكتور وطبعا الادوية النفسية بتتاخد فقط تحت استشارة الطبيب بضعم جدا الفا مالتي فيت الكنسيرن الوحيد بتاعي لا قدر الله لو حد عنده فشل كالوي اي حد بياخد حتى الاكل واي ادوية لازم تبقى تحت استشارة الطبيب الحامل بتاخد قلب مالتي فيت قامن جدا وتقدر تسأل الدكتورة لو عايزة محتاجة كالسيوم زيادة لان الحامل بيبعندها بيدي بيكون عظمه فممكن تحتاج كالسيوم اعلى من النسبة اللي بتبقى مابودة بالمناسبة يا دكتور دينا هل قلب مالتي فيت هو مالتي فيت ولا مكمل غذائي ولا هما الاتنين واحد الاتنين واحد هو مكمل غذائي يعني مالتي فيت مالتي فيت يعني كذا فيتامين يعني لو عندي وليس المفروض من المكمل غذائي الفيتامينز ده جزء بس من تركبته وبيعطي حاجات تانية عناصر تانية قلب مالتي فيت مفروش عناصر مكمل غذائي هي الحاجات اللي موجودة الطبيعية قلب مالتي فيت مفروش اي مادة فعالة لا انا مقصدش قلب مالتي فيت انا بقصد يقولك ان المكمل الغذائي يكونوا ان هو مكمل غذائي معناها ان الجزء من تركبته او تكوينه بيقع فيها فيتامينز الى جانب عناصر تانية لكن المالتي فيتامين بيقع مالتي فيتامين بس اي المالتي فيتامين بيقع فيه مكملات غذائية اخرى طبعا حاجات للتخصيص حاجات بس بتبقى فيها فيتامينز او حتى للعكس لزيادة الوزن او لزيادة الوزن نفسك انت وزنيزين فش علي بقى بحاجات عن حاجة حلوة قوي قوي للتخصيص وبرضو انا برجع اقول الرفع حلوة يعني ما بحبش الاسيا هنتكلم بعد كده اعراض السمنة ايه والسمنة المشاكل الصحية والنفسية وزي نعالجها المرجع ان شاء الله برضو عشان الوقت ما يسرقناش العظم قابل للتقوية في حالة ضعفه يعني لو انا عندي يعني العظم عندي ضعيف لو افترقت ان هو مش وصل لمرحلة الهشاشة بس حتى تعين قادر على ان هو يعالج المشكلة دي ولا دي مشكلة ان وجدت خلاص ملهاش حال لا بهو بيروح طبعا وقتها بيستشير الطبيب احسن مني بكتير بكتير في الحلاكة اللي زي دي وما فيش حاجة انا بالنسبة لي ما فيش حاجة ملهاش حال بس الاسرع بيبقى احسن يعني طول ما انا بسرع بيبقى احسن وقت الشفاء بيقلي يعني اللي يحس بأي اعراض او ياخد باله اللي في عنده مشكلة بالزبط يبتدي يتحرك تجاه الحل ما يطولش في الموضوع بالزبط جميل انا يا كالعادة بشكرك جزيلا شكر ان اوارفين بحلقاتنا النهاردة ودايما فقرتك انت بقى مفيدة جدا ان اوارفين تسلم يا كريم والله يمرسي شكرك على وجودك معنا وبشكر كل حضراتكم على متابعتكم لنا بحلقاتنا النهاردة ان شاء الله يتجدد اللقاء في يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصفحة في الاحد شوفكم على خير